مع أن أهل العراق والشام يعيشون احتلالات متعددة إلى أنهم لم يتخلوا يوما عن فلسطين بل طالما أعلنوا عن تضامنهم مع قضيتها وقضية الأقصى التي لم تعد قضية جميع المسلمين تلاحم شعبي دفع بناشطين فلسطينيين إلى أعلان الوقوف مع الثورة السورية ووجوب رفع أعلامها في كل المدن ليكون ردا بليغا على وكلاء إيران وصفعة في وجه نظام بشار الأسد واستنكارا لما أقدمت عليه قيادة حركة حماس في خطوة رفضها كل العلماء الصادقين عقب إعادة علاقتها مع النظام السوري الموغل في دماء شعبه والتي عدوها طعنة في قلوب المكلومين وقد زادها ملحا على جراحهم النازفة وصف قيادة الحركة لقاء مع النظام في دمشق بأنه يمثل يوما عظيما عادت فيه حماس إلى حضن النظام السوري حملة الناشطين الفلسطينيين أكدت أن الفلسطينيين مدينون لعموم أهل الشام وأن أقل ما يمكن مكافأتهم به هو التعبير عن موقف سياسي يتبنه شعب فلسطين ويقضي بالتضامن معهم وعدم خذلانهم بالوقوف مع من وصفوه بالقاتل بشار الأسد والمحتل الإيراني صاحب المشروع الذي يشتاه العراق وسوريا والذي لطالما شرب دماء شعوب هذه الدول وشرد من بقي حيا منهم خطوة حماس التي لاقت رفضا شعبيا واسعا سبق وحذرت منها هيئة علماء المسلمين في العراق قائلة إن إعادة حماس علاقاتها مع النظام السوري تعد حرافا عن بوصلة المقاومة الفلسطينية وخطوة لن تحقق شيئا للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني فضلا عن مصادمتها لمصالح الأمة أما المجلس الإسلامي السوري فقد استنكر إعلان حماس مضيها في قرار إعادة علاقاتها مع النظام في سوريا قائلا إن الحركة غير آبهة بين صائح علماء الأمة ولا بمشاعر ملايين السوريين الذين عذبهم وهجرهم وقتلهم نظام الأسد كما أكد المجلس أن قضية فلسطين هي قضية كبرى من قضايا الأمة ولا تقل عنها قضايا دمشق وبغداد وصنعاء وبيروت التي تحتلها ميليشيات إيران الطائفية الحملة ختمت دعوتها وذكرت بأن الأرض المباركة لم تتحرر في تاريخها إلا من خارجها ومن محيطها وأن بوابة القدس لم تكن في يوم ما إلا من بوابة دمشق الأبي ترجمة نانسي قنقر